بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضراتكم مش هقول أيام ونستقبل شهر رمضان المبارك ولكن هقول ساعات قليلة جدا ونستقبل الشهر الكريم رمضان شهر الرحمة والغفران شهر سلة الأرحام شهر الزيادة في العمل هل الهلال بي واكتمل رمضان يا شهر في السنة مستنيينك كلنا شهر من أعظم الشهور شهر بنستني كلنا من السنة للسنة تعالوا النهاردة أنا وانتم نرجع مع بعض لذكرياتنا زمان ورمضان بطعم زمان أكيد كل حد فينا عنده ذكريات مهمة جدا في الشهر الكريم ناس كتير قوي تقول النهاردة رمضان مختلف رمضان مش زي زمان بدليل إننا بنحن لأيام زمان ورمضان زمان وذكرياتنا فيه وطفولتنا ولمتنا في وسط عالتنا وامنا وابونا وجدودنا واخوتنا وقريبنا وجران الجران اللي احنا افتقدنا النهاردة وجودهم في حياتنا زمان كنا تقريبا كلنا عايشين جوا بيوت بعض بنكل مع بعض ولو عملنا حاجة حلوة نطلع لجارتنا اللي فوقينا وجارتنا لما تعمل حاجة حلوة تنزل لنا وكأننا عيلة واحدة بالضبط بنجتمع كلنا عشان نتفرج على حاجة واحدة على شاشة التليفزيون ارتبطنا بدراما تليفزيونية مهمة جداً شكلت حاجات كتير جداً في حياتنا وفي سلوكياتنا لو تكلمنا نتكلم عن الليالي الحلمية ولا عن المال والبنون ولا عن أرابيسك ولا عن حاجات كتير قوي مش عايزة أنسى لأنها كلها أعمال مهمة إذا كانت حتى كمان رقفة الهجان وفوزير رمضان وألف ليلة وليلة وأهم شخصيطين ارتبطنا بيهم كلنا صغيرين وكبار شكلوا حاجات مهمة جداً وقيم ومبادئ في شخصية الطفل المصري وكمان الكبير اتأثر بيهم كلنا كبار وصغيرين نستنى بعد قدان المغرب نشوف أهم شخصيطين نبتسم كلنا لما نشوفهم ضيوفي النهاردة في الستوديو أول ما شفتهم الجننت وبقيتها تنطط وأنا وقفة أول مشال والكفر بتاعهم أنا معايا بوجي وطمطم أهم شخصيطين في طفلتنا كنا بنقعد نغني الأغاني اللي بيقولوها وكلها حكم وكلها حاجات تعلمنا حاجات مهمة جداً في حياتنا حلقة صغيرة جداً مدتها صغيرة قوي أول ما تخلص نقول يا خلصت ليه كنا عايزين نشوف بوجي وطمطم هيعملوا إيه النهاردة مع بعض فقرة مهمة جداً معايا النهاردة ليه ذكريات كبيرة جداً معاها ليه ذكريات مع صانعهم صانع بوجي وطمطم الفنان محمود رحمي الله يرحمه اللي ابتكر الشخصيطين دول وقدمهم لنا في التلفزيون المصري من سنين طويلة قوي كانت حاجة جديدة بالنسبة لنا أننا شايفين عرائس وكاركتر زي الاتنين دول بصوت الفنان يونيس شلبي والفنانة هالة فاخر وبنستمتع جداً وإحنا بنسمع صوتهم وبنسمع حكاياتهم وأغنيهم أكيد ليهم قصة كبيرة جداً إزاي طلعوا الشخصيتين دول النور إزاي إحنا ارتبطنا بيهم جداً قلوبنا تعلقت بيهم لحد النهاردة لما نشوفهم نبقى فرحانين قوي وكأننا بنشوف شريط ذكرياتنا هيشرفني النهاردة وهينورني في الستوديو الحجة فوقية خفاجي زوجة الراحل محمود رحمي هنتكلم في تفاصيل كتير قوي ذكرياتنا كلها هنقولها إن شاء الله النهاردة معنا فكرة تانية كمان مهمة جداً شطورة رمضان سالي سليمان صاحبة كتاب شطورة رمضان إيه شطورة رمضان وإيه قصتها وإزاي يتحول من الجروب على الفيسبوك لكتاب بقى موجود دلوقتي كل السيدات تقريباً معها الكتاب ده عشان يعرفوا إزاي يوفقوا بين عبادتهم في شهر رمضان وبين احتياجات البيت والزوج والشغل فكرة مهمة جداً هتهم كل ست بتتفرج علينا النهاردة معنا حاجات كتير جداً مهمة النهاردة خاصة بشهر رمضان معنا كمان تقرير مهم جداً خلونا روح نشوفه ونرجع لحضراتكم مرة تاين اشتركوا في القناة من فينا مرتبطش وهو صغير من فينا مرتبطش وهو صغير بصوت الفنان القدير يونس شلبي الله يرحمه الفنان الجميلة هلا فاخر من فينا ما ترباش على نصايح عم شك شك مسلسل العرايس الراقي اللي لسه فاكرينه لحد النهاردة صاحب فضل كبير جداً كان المخرج رحمي او المخرج محمود رحمي اللي طلع للناس بهدية جميلة جداً للكبار قبل الصغيرين سنة 83 وعلمنا طعم جديد اتربين عليه كلنا النهاردة كان لازم نتكلم عن بصمة مهمة جداً خلال شهر رمضان وذكريتنا وطفولتنا ورمضان بطعم زمان النهاردة بيشرفني في الستوديو مش ضيفة واحدة ولكن ضيوف كتير زي ما حضراتكم شايفين ولكن رأس الموضوع والشخصية المهمة جداً اللي هتكلمنا عن ازاي العرايس دي تواجدت في حياتنا وازاي قدروا يأثروا جوا وجدان كل شخص فينا الحجة فوقية خفاجي زوجة المخرج الراحل محمود رحم كل سلام حضرتك بألف خير مرسي حبيبتك منورعني منورعني انت اللي منورع يا لامي والله فكرتنا بكل ايام جميلة وايام الشغل اللي كنا بنبات في التليفزيون عشان نعمل الشغل ده للتفل المصري عايزة اعرف كنت بتباتوا في تليفزيون ازاي الناس كانت بتتفرج على عشر دقايق على ربع ساعة على نص ساعة والربع ساعة والنص ساعة والعشر دقايق دول بياخدوا والعشر دقايق ممكن تاخد يوم كامل عشان يطلع منهم لا مش يوم كامل ده كتير او اكتر يوم كامل يعني يمكن تصوير لكن التجهيز وبداية العمل وهو على ورق كان بياخد شهور كتيرة جدا قبل من اتكلم عن بوجي وتمتم عايزة اتكلم عن علاقة حضرتك بالفنان محمود رحمي اتقابلته ازاي؟ عارفتيه ازاي؟ سألتك واحنا جوة قلتلك طنطفاء اي حضرتك لسه لابسة اسود لحد النهاردة قلتليه مش قادرة لا طبعا اه عشان هو هو اخسارة كبيرة هذا الفنان المبدع يعني الفنان رحمي قبل ما انا عرفه هو كان فنان يعني اسمه واصل عمل ابداعات جميلة جدا من اول تلفزيون مفتح كان هو نحاة في فنون جميلة ترك الفن التشكيلي واختار عشان حاجة واحدة ان هو لقى الفن التشكيلي مهتمم به مهتمم بس فقط بالفن التشكيلي فهو فنان موهوب مبدع عند رسالة معينة اختار فن صعب ان هو ازاي يبني وجدان الطفل وده حاجة من اصعب اصعب ان اكتخط بالطفل عقلية الطفل موضوع مش سهل ابدا ما هو كان اما يشوف الرسوم الغربية اللي هيا كانت موجودة ساعتها كان بيقولي زاي احنا فنانين واحنا اساس التشكيل ما عندناش حروسيتنا ما عندناش شخصيتنا فاشتغل طول عمره سنين طويلة جدا عشان يوصل للشخصية المصرية اشتغل من اول من ساعة واحد وستين في التليفزيون وعنده حاجة واحدة ان هو يبدع شخصية للطفل المصري ما يحسش ان الطفل مصري ان هو اقل من اي طفل في العالم يبقى فيه شخصية مبتقرة بتاعة الطفل المصري هو فنان عنده رسالة للطفل بيختار فن الطفل ان هو يبني مجدان طفل اختار فن العرائز بالذات ان هو الطفل بيحب العروسة طبعا فهو وصل لغاية نحن تكلم عن بوجو طمطم بالذات بعد سنين طويلة من الابداع ومن الفكر ومن الابتكار وصل لبوجو طمطم حضرتك قابلتي ازاي انا قابلته في اواخر السبعينات انا خليجي فلون جميلة زي وقسم نحت فبعده مخطي بكالوريوز فانا جيت التليفزيون اشتغلت في العرائز شفت هذا الفنان فنان مبدع فنان زكي فنان جميل شغله كله بيعمله باخلاص شديد بحب شديد فهو لما وصل لبوجو طمطم عشان بس رمضان عشان دي حالة من حالات رمضان طبعا وملمح من ملمح زي ما شغلي بابا الله يرحمه كان ملمح من ملمح الملمح من ملمح الفوزير بعد الحاج فهمي يعني الحاج فهمي اشتغل للتليفزيون بملايين وعمل ابداع بملايين فبعديه كل تكنولوجيا موجودة وكل الخامات موجودة منح جيل كده جيل ايو انا عايزة اقول كده انه هو الجيل ده كان كله بيعمل شغله هو اصل موهوب مش فنان عادي يعني الفنان رحمه صحيح وربنا خالق كان فيهم حاجة مميزة ليهم سر صنع بتاعتهم يعني الفنان رحمه مش عادي الله يرحم حاج فهمه مش عادي الحاجة لو استاذ صرحه جهين مش عادي طبعا فكل العناصر الجايدة دي لما تكتمح في الشغل هيبقى عبقري صح فالعبقرية دي وصلة لغاية للوقتي يعني شغل الفنان رحمي واصل للطفل المصري لغاية للوقتي صحيح بعد الحلوب 16 سنة رمضان ييجي موجودة موجودة وكان الساعات اما كونسة هو يعني بيعمل بوجودة وسنة كانت مثلا تعبان ما كانش يعملها يقوله بوجودة يعني رمضان مجاش رمضان مجاش فهو نجح وكان سعيد جدا جدا لما عمل اللي هو السادة اللي كان عايز عاملها الفنان مبدع خليني اقول اول يعني اول ابتكار الشخصيات يعني هم احنا شايفين طماطم وعم شفشأ ويعني كل الشخصيات عم شكشك كل الحاجات اللي موجودة اللي كانت في بوجي وطمطم لكن اول شخصيطين هو بدأ في اول ثلاثة وتمجين بدأ حاجة اسمها سلوكيات سلوكيات يعني طمطم بوجي يعني الحاجة غلط كانت خمس اي وطمطم تيستلح له كان هو بوجي طمطم وذيكا وذيكو بدأ بربح شخصيات الشخصيات رسمه مع الورق لا دي عنا بتكلم على ان خلاص وصله للشاشة يعني هي الاول الشخصيات بتطلع ازاي لا انا بتكلم على انه الفكرة الفكرة بتطلو زاي ما هو بقولك من سنين طويلة قوي بيبدأ شخصيات عايز يوصل للشخصيات المصرية بيبدأ الشخصيات بتبقى في دماغه بيرسمها على ورق انا بالنسبال الشغل مع هذا الفنان المبدع العبقري الجميل الزكي ان دي انا اعمل لشغله فادا ده انا وحنا داخلين وحنا داخلين البلاتو بيقولولي حاجة فوائق خايفة عليهم جدا وقال انا عليهم قوي وجابت كرسي وقعدت جنبهم وكأنها بتتعامل مع شخصيات حقيقية فانا قلت لهم اللي زينا وحنا تربينا يعني في بيوت فيها ابتقار وفيها فكر وفيها فن الشخصية اللي بتتعامل بالإيد والبني آدم بيشكلها بيديه لأ غير كده جزء كبير جدا من كيانه ومن تدوينه لأ غير كده درها عامت ايه في الشعب عامت ايه في طفل المصري عامت ايه لغير دلوقتي الطفل المصري متربي على بوجو طمطم كل القيم اللي عايز يقولها الفنان رحمي للطفل المصري عملها من خلال بوجو طمطم كل سنة كان يزود الشخصية كل سنة نتعلم حاجات جديدة كل سنة موضوع جديد مختلف كان يتور الدراما كان يزود الشخصية كان يدخل مثلا جرافيك حسب الاحتياجات الشوال كان كلها رحمي مشكلة بوجو طمطم ان هي كلها رحمي كلها من اول فكرة العروسة لتنفذها للكتابة ليها كان التقليفه كمان الكتابة الدورة هتقول يعني هو بالشخصية بيفكر فيها وبيقول لها الدورة هتقول ايه ايه فسالتها ايه طبعتها كل الموضوع ده رحمي فهو وصل للطفل المصري اللي عايز يعرفه من خلال الشخصيات دي كل ما هو مصري أصيل حتى الشخصية المصرية وبيقول لها كنت باخد منين ما باخد من اللي حوالي يعني هو اول انطباع جاله في اول حلقة من بوجو طمطم في اول سنة في رمضان كان انطباع الناس ايه انطباع ايه امان بقولك يا حبيب قلبي لما هي بوجو طمطم وصلت اول سنة للبيوت المصرية ارتبطوا بيها حبوها في الخامس زي دي قالوا لا العزين نزول شوية فزودوا المدة اكتر بعد عشر دقايق بقى قد ايه سعيد ان هو وصل اللي هو عايزه يعني قعد سنين عمره يشتغل لما يعمل الشخصية المصرية بقت عملها خلاص بقت موجودة بقت في مصر عمل الشخصية الوطنية للطفل المصري هو عمل نبوكو طمطم وقدي ايه كان سعيد جدا جدا ان هو وصل للشخصية اللي هو كان بيحلم يعملها لمصر فهو عمل لمصر حاجة مهمة جدا ان خل الطفل المصري منحس ان هو قل من اي طفل عنده عرصه عنده حكته قدم له كل لحد النهاردة بوجي وطمطم بيتعاملوا عرايس وشونة مدارس وعلى الإقلام وعلى الكاراريس واللكشفين عشان بيحبوهم عشان هم ليه تحابوا بوجو طمطم هو خدهم من شخصيات الناس يحبها عمل بوجو دقيرد وطمطم ارنبا وانت تشوفوهم في التلفزيون او في بيتهم تحس ان هي بنت ولد عشان مع بعض بس ده شغل بقى الفنان المتميز او فنان الاطفال اللي عنده قدعة الخيال ان ازاي الطفل الامعياء دراسة هو درس ايه اللي يقدر هو مسقف اه طبعا ياخد عقلية الطفل ويخلي الطفل ينتبه ويسمع وينفذ الكلام وفكرة انه ياخد حكمة او ياخد تربية معينة وشايفو يعني احنا بنقود نقول الاصحاب بيسمعوا كلام بعض عشان هم جيلوا واحد ودماغهم واحدة فانه ينزل لعقلية الطفل ويخطبهم بنفس اللغة بتاعتهم عن طريقة عروسطين اكيد الموضوع ما بيبقاش سهل لا طبعا هو العمل الاطفال صعب هو مش بينزل للطفل لا هو بيرتقي بالطفل يعني هو كفكرة وثقافة وفني ومبدع هو بيرتقي بالطفل المصري بيقدم له كل ما هو مصري يعني لما هي الكتاب شخصية مصر اللي عبقاري دكتور جمال حمدان يعمل مسلسل حبيبتي اسمها مصر يعرف الطفل مصري كل ما هو جميل في مصر وصورنا في لقصر وفي معد الكارنة ومعبد لقصر وصورنا في كل الأسر المصرية يعرف كل الطفل المصري كل ما هو جميل في بلده لما يكون في سنة من السنين يخلي الطفل النوبي في التتر يقول القسم بتاع أنا لأه لو اسماء النهر أنا لأه لو اسماء النيل يخلي الطفل يحب نيله نيل ده شريان الحياة فكل حكته الفنان الرحمي أنه بيرتقي بالطفل المصري هو عمل حالة من البهجة عمل حالة من رقين عمل حالة الفن ده في مصر ما كانش مهمة أو كان الأرجوز هذا الفنان عمل هذا الفن بالجمال وبرسالة وبالإبداع اللي ما حصلش اللي غدل وقت الأسرة المصرية الأم تحب طبعا وما تبقاش ألآن أنها تقعد ولادها يتحرج عشان هي عارفة أنها هيسماءوا حاجة محترمة رسالة محترمة طبعا ورسالة مهمة ورسالة بتخلي الوجدان الطفل حاجة ركية جدا حاجة فوقية الفنانين واللي بيبقوا شربين الفن قوي ليهم طقوس معينة داخل بيوتهم يعني هتلاقيهم أكيد ليه ركن ده ركن الابتكار بالنسباله اللي هو لما يبقى قعد فيه محدش يقرب له ولا حد يجي جنبه عشان هو في حالة كده مع نفسه طقوس طقوس الفنان رحم داخل بيوتك هو فنان حنين وجميل وزكي والأمور عنده المهمة عنده كل ما هو متعته في الحياة الورقة والقلم والسجارة والقهوة ده حياة في الركن بتاعه اللي هو بيصمم أو بيكتب فكرة على المسلسل أو بيكتب الحلقات ده ركن معين كرسي سيارته هوته بس فهو ما يكتب ده بيوصل للفكرة بيكتب لها الحلقات بيكتب الحلقات أكنه يعني حتى ما نشوفه في الشغل في الستوديو أكنه بيهزف على الكمانجة ما شوش العصبية طبعا زي بابا لا يرحمه وكان هادي جدا في الستوديو هم كانوا أصدقاء طبعا ما هو الفنانين لازم يبقوا مع بعض الفنانين يعني يعني فيه خاجة كده بتروح كيميا بتخليه مين أقرب حد كان كان من الوسط قريب منه ودمغهم زي بعض ويرتح في الكلام معاه يشاركه ياخد رأيه كان بياخد رأي مين أول حد هو ما بياخدش رأي حد خالص لا ولا رأيك ولا رأيه هو إحنا بنعمله اللي هو عايز نفذه بس في شغل فنان رحمي اللي هو عايزه بنعمله له لكن أنا كان هو لكن هي حاجة مهمة أوي أو عايز أقولها إن هو الأستاذ راجهين هذا العبقري الجميل لما يقتلع بشغل رحمي ده حاجة كبيرة أوي ويؤمن بإبداعه ويؤمن بشغله ويكتب لبجه تمتم أشعار المسلسل ده حاجة جمدة أوي يعني عمل سنتين الله يرحمه قبل ما هو توفى ستة وتمانين طبعا هم كانوا أصدقاء جدا ولما توفى الأستاذ راجهين كان العازة كان بيجو يتعزوا رحم في البيت كانوا فعلا كانوا قريبين من بعد جدا جدا الأستاذ راجهين بعد الأستاذ راجهين عمل أشعار الأستاذ بهاء بس الأستاذ صلاح يعني الغنوة بتاعته معاليمة أوي هو كان أوي حاجة يعني فيه ناس كده محدش يقدر يقرب من الحتة بتاعتهم دي بتاعتهم هم لوحدهم صعب ده عمل غنوة أنا عايزة أقول إن مصر لازم أو الجيش أو المهتمين بالدولة يزواها في عشر رمضان عمل غنوة في عشر رمضان بمنتهى السلاسة بيعرف الطفل المصري اللي حصل من النكسة لغاية الناصر من خلال بيجو تنطر في منتهى الجمال فهو الفنان سراجه هنا ما يشغل الأستاذ رحمي أو الفنان رحمي هم كلهم بتبقى زي ما بتقولي بتبقى حالة جميلة من العبقرية ومن الإبداع ومن الشغل ومن الجمال اللي بيوصل لكل المصر وبيوصل وبيعيش ولثالة بتوصل من الغد وقت وصله وأنا ما بقوله بقوله أنا الغد كل رمضان يجي كل مصر ما بتفتكرش اللي بيجو طمطم حتى بعد ما هو ربنا اختاره هو النهاردة 16 سنة على وفاة على وفاة ميت 2001 يوم ميت ميلاد يا سبحانك يا رب ميت بدر قوي ميت بدر قوي وميت وسابنة وكانه خسارة كبيرة قوي قوي مصر أنا عارفة قيمة هذا الفنان وعارفة وعشان أنا شغلت معاه وأنا يعني أنا لما أشغل مع فنان عبكار كده ده حاجة كبيرة قوي طب كان بيعمل الشخصية مدروسة قوي بيزيزها من أول الشكل للوجدان للمضمون طبعا هي دراسة للرسالة فهي الشخصية بتبقى مدروسة شغله هو كده بيعمل حاجات جميلة بيبقن في شغل في عمل بعد 16 سنة ومرور 16 سنة على وفاة وما فيش حضرتك تقولي له إيه النهاردة قبل ما نختم فكرة أنا بقول له يعني لم يا بنت حبيبك الحاجة فهمي كنت على طول مع بعض هي النهاردة فكرتنا بيك وفكرتنا بالشغل وباباها والناس اللي هي مش هتتعاوض تاني وأنا بقول يا رب يكون مصر ولادة ويجي فنانين زي الجمال دول اللي أمتعوا مصر وعملوا يعني الحاجة فهمي لما يعمل شغل جميل جدا من ما فيش احنا كلنا بالشغل بخمات يعني ما فيش ما فيش صحيح صحيح فهو المهم الموهبة اللي ربنا بيدها في الفنان للبني آدم والإبداع بتاع الفنان فأنا بقول له أنت رسلتك وصلت يا أستاذ ويا جميل يا مخلص رسلتك وصلت لكل البيت المصرية أنت عملت لها بهجة عملت لها ركي لغاية دلوقتي شغلك هو اللي باقي ويجي رمضان ونفتكر كلنا بوجي وطمطم ونتكلم عن بوجي وطمطم وعن الفنان رحمي صحيح فأنا بقول له يكون في مزان حسناتك وربنا يرحمك يا ربنا يرحم يا رب ويجعلك ومزان حتى زل أحسنات وزي ما دينا بهجة وفرحة بنفتكرها كل شهر رمضان بوجي وطمطم حضرتك نورتين أنا أنا عادي أقول له كلمة كمين أن أنا دي وقت يا فنان أنت قلت لي كلمة قبل رحيلك أن حدش حيحافظ على حكتي اللي أنت وانت محافظة عليها جدا محافظة على كل الليل أنت خطيته في الورقة محافظة على كل شخصياتك محافظة على الدور بتاعهم أنا مش حعمل بوجي وطمطم اللي ما تبقى صح جدا من أول كل عناصر الفنية الجيدة اللي تعمل بوجي وطمطم بطريقتك أنت وبرسلتك وبإبداعك حترجع بوجي وطمطم في رمضان لكن غير كده مش حد تعمل ما فيش حد بيعرف يعمل الحاجة حاجة فإيه غير صحيبها ما أنا عايزة بقى يكون لبنا يكرمنا أن يكون فيه كاتب جيد مخرج كويس كل العناسة تبقى جيدة ويكملوا المسيح وأنا بقى دوري أن أنا أطلع شغلك للطفل وأكمل لسالتك عشان حرام جدا وأنا زعلانة جدا أن عندنا ده بعد أنت ما عملته في خلال ربعين سنة وصلت الشخصية المصرية للطفل المصري وتبقى مركونة والله أنا شخصيا النهاردة الحلقة دي بالنسبالي هي حالة خاصة جدا وأنا قاعدة وسط أبطال بوغي وطمطم ما دايزة علنا أننا الحاجات دي مركونة وعزنا نطلع للشاشة يعني هو كان عايز يعمل شغله عشان ملايين يشوفه في الشاشة فلازم يطلع للشاشة إن شاء الله نورتيني وكل سنة حضراتك بقى وسنة طيبة وأنا سعيدة أن أشوفتك وكل سنة وكل البيوت المصرية بخير وأنا سعيدة أن كل بيوت المصرية ساكلة شغل ورحمي وكل بيوت المصرية مركزة مع رحمي عشان هو أحبكو وأحب بلد وأعملكو أخرى الله يرحمه الله يرحمه بشكر حضرتك جدا مرسي خلونا نروح مع بعض التعظيم سلام ونرجع ونبدأ تاني فكرة معنا النهاردة اشتركوا في القناة الأكل والعزومات ويوم رمضان مليان بتفاصيل كتيرة جدا ومليان بحاجات كتيرة قوي مزانية رمضان دايما بتكون مشكلة لكل ست في شهر رمضان غير أن توفق الست بين البيت والشغل والأولاد وتأدية العبادات بتبقى محتاجة جدول عشان تمشي عليه ومع ذلك حتى لو عملت جدول يبقى عندها مشكلة أن في حاجة هتبقى مؤثرة فيها إن حد يعمل حاجة ويسميها شطورة رمضان ويعرف الست الجدول اللي تمشي عليه في شهر رمضان علشان تقدر تبقى مدية كل حاجة حقها سواء كان عبادات أو أكل رمضان أو ترتيب البيت أو إذا كانت بتشتغل فيبقى كل حاجة في يومها واخدى حقها الصح شطورة رمضان كان جروب على الفيسبوك والموضوع تطور وبقى كتاب كتاب مكتوب فيه تفاصيل كتيرة جدا صحبة الموضوع أو صحبة الكتاب أو صحبة شطورة رمضان هي سالي سليمان هنعرف منها النهاردة إزاي نقدر نعمل جدول إزاي يومنا يعدي وإحنا مدين كل حاجة حقها مش متضايقين إننا أسرنا في عبادتنا والمطبخ والأكل خدنا وتفاصيل العزومات الكتير جدا اللي بتبقى مهتمين بيها والصفرة هيبقى عليها وكم صنف والميزانية اللي موجودة تكفي كل دو اللي ما تكفيش سالي نورتيني وكل سنة وأنتي طيبة وأنتي طيبة مرسي ليكي بنور بيكي وليلي بقى الموضوع بدأت إزاي أنت درسة إيه الأول زمان خالص يعني قرن الماضي كده كنت أدب إنجلش بعد كده درست تغزية من جامعة ستانفورد بالمراسلة وطبخ صحي فأنا بدي كورسات طبخ بدي حاجات تيبس تغزية عملت بيج على الفيسبوك اسمها شطورة جونيور شاف بنزل عليها وصفات وكلها وصفات اللي هي تك 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 سريع سريع اللي هو ساعة واخر يعني حسب الستات يعني أنا ما بحبش المطبخ قوي أبحب أكل وبحب لعبة الطبخ بس بحب تحب بيها سريع ما تحبش راضي اليوم كله أيو بالزبط اللي هو أنا ما بحبش برضو وقت يديها فبقا هي جات بقى من هنا إن إحنا ما بنحبش وقتين أيضية معايا كمان شركتي دكتورة ماروة أبو الناصر هي مدرسة مساعد في هندازة تاني شمس هي بتاعت التنظيم تخصصات تانية آآ آآ إحنا غير بحاش أي علاقة لا لا بس يعني هو سبحان من وفق يعني وإحنا تعرفنا على بعض أصلا من الفيسبوك برضو وجات بقى الفكرة في كده يعني إن إحنا نعمل حاجة ما بين فكر التنظيم موضوع يتنظم إزاي بنقول اليوم في رمضان بيعدي بسرعة سبحان الله الأوقات الحلوة والأيام الجميلة اللي بتبقى فيها نفحات كده من عند ربنا سبحانه وتعالى تلاقيها خلصت بسرعة آآ بصي هي أهم حاجة إن يبقى قدامنا حاجة مكتوبة بإيه اللي إحنا هنعمله لو إحنا ما عندناش حاجة مكتوبة هننسى يعني طبيعة البشر إحنا إنتي قدامك مشاغل كتير جدا هتحسي إن أنت طب أنا عايزة أعمل أكتر لأ طب أنا يومي ممكن يبقى في حاجة تانية أو لو ما أنجزتيش اللي هو طب أنا ضيعت يومي في إيه أنت بدأت الجروب إمتى تقريبا من أربع سنين خمس سنين أربع سنين أه إنما شطور شطور جنيو أول حاجة حطتيها في الجروب أول سنة عملت كنت عاملها برضو يعني فيما يخص شهر رمضان لا 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 الجروب دهوت جروب نسائي للسنة كلها بجدول متقسم كل يوم بنتكلم في حاجة وهو طلع بينه شطور جنيو شاف ومن شطور جنيو شاف طلع شطورة رمضان فهي حاجة سلامت لحاجة بس كلهم تحت عنوان شطورة يعني كلنا بالنادي إن الست تبقى ستة شطورة يعني مش شطرة كده بس لأ أقوى شوية أي أول سنة عملت فيها الجروب كان إيه الحاجات الجدول اللي حطتيه الأسس على بسي هو الجدول من أول سنة تقريبا لغاية دلوقتي هو ماشي واحد إن يوم وكلهم تحت شعار شطورة برضو شطورة المطبخ شطورة البيت شطورة وأمورة ماما الشطورة وفي الآخر حاجة اسمها درداشة أو الأنسة شطورة يعني أنت بتقولي يعني أنا خدت بالي من ماما الشطورة أنت بتدي نصايح الست أو الأم فربي إزاي معنا استشارية طربة غير يعني أنت بقيتوا مجموعة إحنا بقنا مجموعة في سبط يعني نكتب داري توصلي منه حاجة مفيدة إحنا بنحاول إن إحنا نتجنب السلبيات خالص يعني حتى مثلا الجروب ما هواش مكان للرغي للرغي الفاضي يعني اللي هو اتفرجت على كذا عملت كذا رحت بش عارف إيه لا يعني لو طالما حتى دايما أقولها لو قبل ما كل واحدة كده ما تكتب بوست تفكر هفيد غيري هستفيد تكتبه ما فيهوش الفايدة دي ما يبقى بلاش بيه يعني إنه أحيانا بتبقى ناس كدب حاجات اللي قاعد على الفيسبوك ما لوش دعو بيها أساسا يعني ما تخصهوش غير بقى نشر الإشاعات والحاجات ديت كمان طبعا كل دوت مش موجود عندهم فإحنا بنحاول نحن نعمل زي ما بقولك كده جدول كل يوم ليه موضوع فهو دوت بقى اللي بيلم الستات شوية طب قوليلي إيه الجدول اللي محطوط للست في رمضان السنة دي أنتم عاملين الموضوع زي يعني إحنا صحينا من نوم عملنا إيه لو فتحنا هنا مثلا يعني أي يوم فلاقينا مثلا إن فيه أهوات هنا صلاتي صلينا كم صلاة حاطين الفروض والسنن الرواتب وسيبين لها مساحة هي كمان لو عايزة تزود عايزة تعلم على الحاجة من أول الأسكار من أول الاستيقاظ الصبح حاطين مثلا الرياضة حاطة فيها المية تشرب كم كبات مية ومعايدها إيه نظريتها وعلى صحتها بس ضبط كده على نشاطها عموما المية فعلا بتفرق في كله هتلاقي بقى فيه كل حاجة يعني لغاية قريت قرآن فيه حاجات بقى حاجة بسلا شعار اسمه أنا بطلة لست هو حيلا هقولك أنا بطلة يعني أنا بطلة بقى عملت إيه بسي هتلاقي بقى في كل يوم بعد كده قدام شوية في الصفحات هتلاقي إن كل يوم تحت شعار أنا بطلة دوت حطن لها حاجة نفكر هتعمل حاجة صحة في يومها يعني مثلا في يوم هنا نقال في إيه دي ساعد حد غريب في يوم إماطة الأذى عن الطريق وهكذا بنفكرها بحاجات ممكن تعملها تبصومك في وجه أخيك صدقة بنفكرها بحاجات ممكن تعملها تحس بنفسها إن هي بطلة تمام مصروف البيت وشهر رمضان هو من أول يوم خلص إحنا خلصنا المصروف فأول عزومة وشكرا على كده وسوا المصروف بقى ناحية الكوكينج بقى ناحية هنا هتلاقي إن في الأول خالص حط حاجات للميزانية يعني من ضمن النصايح بتاعت الميزانية اللي هو نبقى كاتبين الحاجة قبل ما نروح نشتريها لو أنت مش كتبة لست كده وروحتي تعبلي شوپنج كده هتلاقي نفسك جبتي حاجاتك بتشتري كل الحاجة اللي موجودة بالزبط كده نركز في العروض مش كل العروض بيتنا محتاجها آه هو عرضه حلو وكويس وكل حاجة بس هلأ أنا محتاجها ولا لأ إحنا بينجيب عشان لما نحتاج آه يعني بدام العرض موجود يبقى كويس قوي فأحنا نجيبه نسلي وتلاقي الحاجة كملت معاك الرمضان اللي بعده آيوه بسبب يعني مش هينفى فلازم نفكر في حاجة زي كده آه ما نروحش وإحنا جعانين بتفرق قوي لأن لو روحت وإحنا جعانين يتوب يعزت آه ده حلو ده حلو ده حلو بالظبط كده كلامها مهم جدا لأنه عايب فينا وكلنا تقريبا أنه فكرة أن أنت رايحة ما انتش عارفها أنت هتجيبي إيه وفكرة أنه البيت يبقى فيه خزين كثير فإحنا نجيبه علشان يبقى الحاجة موجودة عندنا وفي النهاية يعني الحاجة بتبوز وبتترمي يعني الحاجة بنتجيها آه الشكوى بتاعت أم حارف إيه كرف مش عارف إيه باز إيه سوز طب وليه جيبت بزيادة يعني آه يمكن أنا ساعدت الستات في الموضوع دوت إن أنا عملت هنا في الآخر مينيو مينيو كاملة فالمينيو ديت هتساعدنا شوية إزاي نكتب الليست بتاعتنا يعني إزاي نكتب لستة الشوپينج فحاجة تانية كمان عينينا بتروح على حاجات كتير فعلا حاجات حلوة في السوبر ماركت مثلا أو بحث نعمل أي شوپينج لو هي الحاجة دي مش موجودة في القائمة بتاعت الحاجات المشتروات اللي إحنا كتبينها ومحضرينها على أساس احتياجاتنا أنا شايف أن أنا عايزاها طب أصورها وأروح البيت قاعد أستنى يومين ثلاثة هل أنا فعلا محتاجاها ولا أنا عندي رغبة فيها أنت تقصودي هنا أن هي بتقوم نفسها في شيء معين آه الفرق بين الحاجة والرغبة لأنه فعلا فيه فرق كبير بينهم جدا يعني أنا أرغب في الشيء دوت بس أنا مش محتاجاها خلي بالك مش لازم كل حاجة ترغبي فيها بتبين دي يديك وتسحب بيها سريعة وحاجات الست البيت تقدر تعملها خاصة لو واحدة بتشتغل بقى طبعا بالضبط كده زي إيه بقى بسي حاجات كلها جديدة يعني أنا مثلا دايما نقول لن ياسي الفراخ الفيلي ديت بطلة المطبخنا عرف نطلع منها تأكل لنا أسهل حاجة عندنا نعمل بنيه النهاردة بسي لا غير بقى البنيه يعني أنا مش حتى أولى وصفة بنيه مثلا إنما نقدر نعمل منها يعني زي ما قلوهم كده ترى بنتاشر وصفة يا جماعة هتطلع من الفراخ الفيلي ديت حاجات كتير والفراخ البنيه غير الفراخ الفنيه الفراخ البنيه دي الأكلة دي الطبخة الفيلي دي القطعية اللي احنا هنعمل بيها بقى حاجات كتير في حاجة كمان إن أنا عاملة مثلا أربع أيام دول أكلات يعني دول أكلات جودات كل يوم بنجدل هنيجي اليوم الخامس بقى من الأربع أيام دول فنستغل البقى دي بأننا نتطلع منها أكلها بالضبط نبتكر ابتكارة جديدة خالص فعمل وصفة جديدة من وحي الوصفات بتاعة الأيام اللي قبلها اليوم اللي بعده عاملها أرداحي خالص ما هو احنا مش لازم ان احنا كل يوم يبقى فيه لحوم وفراخ وعمل أربع عزومات العزومات ديت أنا عارفها هو أربعة مفيش ستة هتقوم بأربع عزومات بس على الأقل ممكن تنقي يعني تاخد من دي على دي وتعمل الحاجة اللي هي تقدر تناسب حتى كمان برضو نصيح للعزومات العزومة نحضر لها من قبلها بشوية يعني ما تقوميش الصبح وتهليكي نفسك في العزومة تلاقي نفسك مش قادرة توعادي مع حد من الضيوف طبعاً وقت ما خلاص العزومة جات هي خلاص مش قادرة تعمل بالظبط ومش طيقاتكو أصلاً ايوه انا تعبت انا تعبت انا تعبت لهم مكلتوش الأكل ده واتهزعل منكم دلوقتي يعني لا وتقول لهم أنا تعبانة في الأكل ده كله في الأكل كله لازم يخلص لا لا ومشكلة برضو عندنا ان احنا بنعمل في العزومات أكل كتير جداً لا هو على حال تبور في العزومات يعني بقول لازم أول حاجة لحدد العدد ونبقى عارفين هما يعني احنا عارفينهم احنا عارفين اللي هيين بيتنا يا جماعة بيأكلوا قد ايه اه وبيحبوا ايه فنعمل اللي بيحبوه ما نعودش برضو نعمل حاجات بعيدة عن زوءهم فهتقعد لنا احنا إلا بقى زي انت كنت عايزة كده العبادات ده الجزء بابتاع دكتور أمر ده هوت اللي هو اللي هي عاملها بصي اول حاجة مثلا بتعلمنا هنا ان احنا ازاي نحط هدف اصلا نطلع منه من رمضان طبعا وان الهدف ده يكون هدف وقاعي ومنطقي ويمكن قياسه يعني ما يكونش الهدف انا عايزة بقى احسن احسن في ايه ما ينفعش انما مثلا لو قلتي انا عايزة اختم مثلا القرآن مرتين عايزة اطلع صدقة كل يوم فنقول حاجات نقدر نحطها اهداف فعلا تقدر نقاسها ونقدر ان احنا نطبقها على نفسنا وعلى شخصيتنا ونقدر ان احنا اخر الشهر نقيم احنا عملناها ولا ما عملناهاش وطلعنا من الشهر ده بايه بالزرعة هل احنا طلعنا من الاختبار ده نكحين جدا فيه وعملين اللي علينا ومزاكرين كويس وقدمنا اللي ربنا سبحانه وتعالى طلبه مننا ولا احنا طلعين نص ونص وربنا يعيننا بقى على بقية السنة سالي سليمان نورتيني كل سنة وانتي بقى الف خير رمضان كريم مرسي الله اكرم مرسي شكرا لك بشكركم مشاهدين اشوفكم بكرة ان شاء الله ساعة اربعة ونص كل سنة وحضراتكم بألف خير رمضان كريم عليكم وكلكم وان شاء الله بكرة احلام بكرة احلى شئ اكيد تمسك الحلم البعيد ربنا ينور طريقة حس حالي ماك هتلاقي كتاق المشور وقاونا النجاح دالي بالمان وعطيك في يوم تسلم والطريق تدور عندي بكرة أحلى شيء أكيد يمسك الحلم البعيد ربنا ينور طريقة تحس حلمك هتلاقيه اندق المشور وقام بالنجاح تالي معالم وعتيك في يوم تسلم بكرة أحلى شيء أكيد